اشتركوا في القناة ومن ثم إلى سوريا وبعدها إلى السعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر ومن ثم تركيا حملت عنوين بذل الجهود لوقف الحرب في غزة ولبنان واستعادة نمط الاستقرار الذي كان الشرق الأوسط عليه قبل السابع من أكتوبر العام الماضي لسان الاتفاق مع طهران في كل زياراتها الدبلوماسية أكدت ضرورة وقف آلة الحرب والمثول إلى طاولات الحوار لكنها كذلك حملت رسائل مهمة لكل أطراف الصراع بالتمسك في حفظ سيادة دولها كالعراق والأردن ورفض أن تكون أراضيها ساحة للصراعات تحركات عراقجي الدبلوماسية تعكس بحسب مختصين الاستراتيجية الأوسع لإيران لتأكيد نفسها كلاعب رئيسي في المنطقة في مواجهة إسرائيل ليس فقط بالدعم العسكري لأذرعها ولكن أيضا لحشد دعم دبلوماسي تلك الصورة عكست التغير في ديناميكية المنطقة سياسيا ودبلوماسيا لكن ثمت غرابة شديدة ففي الوقت ذاته ترسل طهران للأمم المتحدة عبارات التهديد برد قاس في حال شنت إسرائيل هجوما على بلادها وهو ما يضع العقدة في منشار تلك الدبلوماسية أو يناقض حراكها الإيراني تماما كما تضرب آلة الحرب المستمرة من إسرائيل من جهة وفصائل مسلح في غزة وحزب الله في لبنان تلك الجهود بحسب خبراء وتودي بخسائر بشرية ومادية أكبر وأقصى وتنذر بفتيل حرب لا حدود لها اشتركوا في القناة